شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي الثاني والاربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد بحث المجلس الوزاري تدعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية حيث أصدر المجلس بيانا أكد فيه إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه التعديلات محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بمجب التزامها باتفاقيتي فيانا لعام 1961 وعام 1963 والقانون الدولي التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية كما استنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين معتبرا تلك التصريحات تحريضا مباشرا للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال تخدم السلمة والأمنة في المنطقة والعالم وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة وأكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للقرارات والإجراءات التي تتخذها لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثل الفتن وتقديمهم للقضاء مشيدا بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها كما عبر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران مؤكدا أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات مرحبا بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي لهذه الاعتداء ودعا كافة الدول والمجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران ودان المجلس الوزاري استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاثة التابعة للإمارات العربية المتحدة طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبي موسى وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريدها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخرا عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس التوري الإيراني وحزب الله اللبناني واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لموجهة تلك التدخلات الإيرانية ودع المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولا وعملا ووقف أنشطتها المزعز على الاستقرار في المنطقة ووقف دعمها للإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة وعدم استخدام القوة أو التهديد بها